اشتركوا في القناة وهي للحماية والضرر والضفر والعقد رح ينكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة تسعة وثمانية واربعين دقيقة من صباح اليوم الاربعاء لتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة ايجابية داعم للقمر في فترة خلو المسار رح يحول القمر من منتحس لسعيد هاي المنزلة هي للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر موجود في برج الدلو استقر في برج الدلو بلش يشكل اول زوايا لالو فعشان هيك جميع الابراج بتتأثر من بعض صفات برج الدلو فعشان هيك بنشعر اليوم ان بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية ومنكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب بالانضمان لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا بهاي الفترة تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كخصة الشعر مثلا او شراء اجهزة الكترونية او تجربة طعام جديد بالنسبة للزاوية الوحيدة طبعا هن زاويتين ولكن الزاوية طويلة المدل اللي بتأثر هي زاوية التربيع السلبية بين زحل وارانوس وفي زاوية اخرى اليوم ذروتها رح نذكرها ان شاء الله بالنسبة لزاوية التربيع هاي احنا اننا منذكرها فترة طويلة تقريبا اكثر من عشرين يوم ورح نظل نذكرها لغاية يوم 13 واحد لانها زاوية سلبية مؤثرة بين زحل وبين او رانوس طبعا هاي زاوية مستمرة زي ما حكينا اليوم 13 واحد هاي زاوية اللي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وحتى متمردين على اقرب الناس لألنا وحتى الابناء على اهليهم وهاي شوي اثرت حتى على المناخ فخلت في عواصف في زلازل في اشيء لعلاقنا بالطائرات بسكاك الحديد خلت ظروف مناخية تصير لأول مرة في مناطق يمكن كانت غريبة عليهم برضو هاي دلت اعطت احساس بنوع من انواع الاضرابات الاشتباكات مع السلطات تضييق الخناق على الحرية العامة طبعا بسبب تسبب هاي مشاكل ومظاهرات وحوادث بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم طبعا اليوم في عنا زاويتين واحدة رح تكون تزديس ايجابية بين القمر وبين المريخ وهاي دروتها الساعة 12 و 44 دقيقة بعد منتصف الليلة فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر طبعا هاي الزاوية تأثيراتها لغاية ساعات الظهر تقريبا بعدين بتنتهي مع هاي الزاوية بيبدأ معنى اللي هو خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الليلة موعد بث الحلقة الساعة 12 و 44 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش رح يبدأ عنا خلو المسار خلو المسار هذا رح يستمر لغاية يوم الخميس بنفس الوقت تقريبا يعني بس انه بتفرق انه الساعة 12 و 16 دقيقة يعني مساء يوم الاربعة على الخميس بعد منتصف الليل الساعة 12 و 16 دقيقة بنتهي خلو المسار بتوقيت جرينيتش يعني عنا خلو مسار مدته تقريبا بحدود الاربعة وعشرين ساعة او ثلاثة وعشرين ساعة ونص تقريبا هذا بيعني انه اليوم كامل من منتصف الليل لغاية منتصف الليل فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين يعني بس انه منقدر احنا نكمل الاعمال اللي كنا عاقدين النية عليها او مرتبينها او انه متفقين عليها ما قبل خلو المسار هاي اللي منقدر نعملها ومنقدر نعمل الاعمال الروتينية العادية ولكن يجب عدم اتخاذ قرارات حاسمة بهاي الفترة اما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي رح تتشكل في فترة خلو المسار وهي زاوية التسديس الايجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي رح يكون ذروتها اليوم الساعة اربعة ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر تأثيرها لغاية يوم ثمانية واحد هاي الزاوية بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لا الا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية هي الساق وبطة الساق تحديدا الكاحل وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية يعني اللي عندهم مشاكل في هاي الأعضاء هم اكثر ناس بدهم ينتبهوا على حالهم اذا شعروا بشيء غير اعتيادي بدهم يراجعوا الطبيب بالنسبة لليوم لانه في خلو مسار طويل العمليات الجراحية الاضطرارية هي فقط اللي بتنعمل اليوم طبعا هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد فقط لانه يعني فيه نوع من أنواع سلبية وعلم انه انا دائما ما بشجع في فترة نمو القمر لإزالة الشعر يصلح للقص الشعر العادي التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم هو مناسب ولكن لانه فيه خلو مسار ممكن اعراضه تكون زيادة شوي يعني يصير فيه صداع او ارتفاع في درجات الحرارة او يشعروا ببعض الالم مكان اللي هو اللقاح فعشان هيك الاهم بهاي الفترة اللي هو اخذ اسبرين اللي هو ممي على الدم او بيبي اسبرين حسب كل دولة شو بتتسمى بتاخذ لمدة ثلاث ايام وبرضو بتاخذ اللي هو البندول او الوراستيمول لعيار الخمسمية كل ست ساعات بتاخذ حبتين لمدة ثلاث ايام واذا كان فيه الام مكان او تهيج مكان اللقاح بتاخذ اللي هو ادوي التحسس طبعا يفضل انه دكتور يكتب لك اياها لانه انت هستمين وهستمين وكل دولة بختلف نوعها على حسب المسميات التجارية الموجودة عندهم بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر الهلال الجديد ثلاث ايام في تمام ساعة ثمانية وواحد وعشرين دقيقة صباحا بصير اربع ايام نسبة الاضاءة بتصير خمستعاش في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجديد حتى يوم عشرين واحد سعيدة بنسبة مية في المية القمر في الدلو حتى يوم ستة واحد منتحس الان هو بنسبة خمستعاش في المية ولكن في ساعات الصباح مع انتقاله للمنزلة الجديدة بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الدلو حتى يوم أربع عشر واحد منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجديد بيت راجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد سعيد بنسبة صفر المريخ في القوس حتى يوم أربع وعشرين واحد منتحس بنسبة صفر المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة خمستعاش في المية زحل في الدلو حتى يوم أربع ستة منتحس بنسبة عشر في المية قرى نصف الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتوف الجدي طبعا لغاية يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل اليوم بينشطوا اجتماعيا أكثر من الطبيعة العادية ثم ممكن يلتقوا بعض الأصدقاء أو يتواصلوا مع أصدقاء لإلهم منهم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة حاولوا أنك اليوم تطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة لأشخاص لزملاء لأصدقاء لجيران اليوم في نوع من أنواع التحالف ممكن يجمعكوا مع عدة أشخاص أهم شيء أنك اليوم تستغل الفرص الاجتماعية لأنه من خلالها في مكاسب كبيرة فعشان هيك نقول لك أخرج للقاء الناس برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا العلاقة ما بينهم وبين المسؤولين أو زملائهم في العمل هذا يعتبر بيت السمعة ومحتمل بعض الأشخاص يكرموا اليوم أو يمدحوا على إنجازهم بعض الأعمال فعشان هيك بدك تقدم أفضل ما عندك لأنه ممكن تحقق إنجاز من وراء هذا العمل أو تحرز تقدم ممكن تظهر بعض المتاعب اللي هي عائلية أو مع الأحبة أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية لأنها تعتبر فترة برضو صعبة مش سهلة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر بما إنه في الدلو معناته برج حليف لإلكم فاليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة إما بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة أو دورة معينة هاي الأشياء كلها ممتازة جدا بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم ممكن تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة أو غريبة شوي أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل أهم إشي إنك تعزز العلاقات الإجتماعية والعائلية فالفترة هاي مثمرة على جميع الأصعدة برج السرطان بالنسبة للقمر تحرك من مقابلكم تماما الآن صار في البيت الثامن بيت الأموال المشتركة فاليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة تم فرصة لمكسب يجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى لأنه في خلو مسار طويل بدكوا تحذروا من أي شراكة مالية جديدة يعني بمعنى آخر بدك يتدقق بالتفاصيل بشكل جيد ما بماسبك اليوم إطالة الخلاف والزعل خصوصا مع معارفك أو أقاربك أو أفراد العائلة عشان هيك بدك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع بتعلق بإرث أو موضوع قرض أو مواضيع مالية كديون أو متطلبات خاصة برج الأسد بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني طبعا القمر مقابلك تماما وهذا الشيء بيضعف طاقتك فعشان هيك برضو بدك تنتبه لصحتك أهم شيء حاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات اليوم ما بينفعك لا التوتر ولا الجدال ولا الإهمال فعشان هيك بدك تتعالج كل التطورات بموضوعية وعصاب بردي وحاول أنك ما تتسرع باتخاذ القرارات أي صدام أو أي مواجهة اليوم أنت الحلقة الأضعف لأنه خصمك أو الشخص المقابلك أقوى منك بالطاقة فعشان هيك ممكن هو اللي يتفوق عليه برج العذراء طبعا العمل بما أنه الآن البيت السادس فعشان هيك العمل والصحة هم نقاط الضعف اللي لازم تركز عليهم بشكل جيد فعشان هيك من المحتمل اليوم يبدأ العمل بالتراكم تدريجيا وما تقدر تنجز كل أعمالك فعشان هيك إنجز فقط اللي بتقدر عليه دون المبالغة في ذلك بدك تنتبه لغذاءك وتنتبه لراحتك حاول أنك ما تسمح للواجبات منها تتراكم أو تداخل مع بعض يعني بدك تنجز عمل عمل بدك تكون أكتر تنظيما وتحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وحاول أنك تأخذ قصد من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وغضاء وقت ممتع معهم طبعا القمر في البيت الخامس بالدعم لإلك فتعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية فبتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب طبعا لتلبية الدعوات لا الترفيه لا ممارسة هواية باستطاعتك المبادرة اليوم بأي شيء لأنه الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولا تكرار المحاولات برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم عشان هيك اليوم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء إنك تحاول إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي بتحمل مصاريف إضافية وبرضو أعباء منزلية وعائلية ممكن عطال أو تصليحات أو ترتيبات أو مشكلة محينة بتحاول إنك أنت تحلها برج القوس بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو رحلة قصيرة أو من مدينة لمدينة مثلا وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم تتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم اليوم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصلوا على فرصة جديدة وخصوصا إذا حابب أنك تفسر مشاعرك أو تبرر مواقفك فاليوم هذا مناسب طبعا اليوم تنشطوا بالتنقلات والاتصالات والاهتمام بأمور العلاقة بالأجهزة الإلكترونية أو السيارة برج الجدي تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أو يعني أنك تداين أشخاص فلوس أو تقرضهم فلوس لأنه مش سهل إنك تحصلها فعشان هيك بدك تنتبه على أموالك من السرقة والضياع وممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء إنك ما تتسرع بتوضيط الأموال بل دقق بالتفاصيل تبتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء إنك تتفائل وتبادر برج الدلو بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقها وبتعيدو لكم اليوم نشاطكم المفقود الطاقة الموجودة بالقمر وخصوصا الموجود عندكم فعشان هيك اليوم بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة لتدعيم مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية بالأمور اليوم بتشتد عزيمتك وبترتفع عندك المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح باهر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود لليوم الأخير في بيت المتاعب وفي خلو مسار فعشان هيك بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس بدكوا تحاضروا من البدء بأي شيء جديد اليوم وحاول إنك ما تسمح للقلق إنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط فعشان هيك بدك يتنظم أمورك والضاعف مجهودك أما بالنسبة لفترة الراحة هي عند وصول القمر لعندك بعد ما نخلص من خلو المسار بعتذر يبل ما ننهي الحلقة على ذات صوتي فعني شوي مرهق وتعبان صحيا وبدأت بأخذ نوعية كيماو جديد وعلاج جديد فعشان هيك متعب جدا وإلو آثار جانبية بسبب سوء الوضع الصحي فعشان هيك في الأيام القادمة بدكوا تعذروني إذا سمعتوا صوتي تعبان يعني سامحوني وياريت ما تنسوني من الدعاء بالأيام القادمة لأنه هاي أكثر فترة أنا في أمس الحاجة للدعاء فعشان هيك ياريت إنكوا تأذروني في هاي النقطة أحد يثمان وإن شاء الله تمضي على خير عنه جرعات كبيرة والمدة ما بين الجرعة والجرعة قليل والمواد اللي بأخذها الكيماوية هسا تقريبا من أفقل الأنواع الكيماوي اللي يعني بتأخذ لمرضى السرطان فعشان هيك ياريت إنه تدعموني نفسيا بدعاكم ومؤازرتكم شكرا لكم على تحملكم هيك نكون انتهينا من توقعاتنا هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء